توزيع الحقوق على الأندية في الجانب التصويت وإحنا دايماً بيقى فيه جدل في الحتة دي عندنا هنا في مصر ليه الأهلي مثلاً بيبقى نسبته أكبر لزا مالك أقل ما هو برضو نزا مالك نادي كبير جمهرياته كبيرة الموضوع بيكون بناء على إيه؟ بص هي دي ده علم أو ده جانب لكل دولة بتختلف عن التانية يعني اللي بيطبق في أسبانيا غير اللي بيطبق في إنجلترا يعني ما فيش زي common methodology أو common حاجة واحدة موحدة بتطبق في العالم كله الجانب الإنجليزي بيوزع مثلاً بالتساوي بالذات الناس اللي طلع من تحت بياخد مبلغ كبير قوي من حقوق البث أسبانيا ممكن يكونوا بيوزعوا بشكل مختلف قوي الأندية الكبيرة التوب فور أو الاتنين الكبار برشلونا وريال مدريد هم اللي بياخدوا الجانب الأكبر النصيب الأكبر آه طبعاً وبقية الأندية بتاخد الباقي بالتساوي أو تبقى للرانكينج بتاعهم في الجدول فهي ملهاش methodology أنت في مصر هنا تقدر تنظمها وتقدر تعملها بشكل كويس هي منظمة أصلاً في مصر؟ لا طبعاً هي مش موجودة أصلاً هي مش موجودة يعني أنا أفتكر لما كنا في النادي الأهلي كان عندنا حاجات كتيرة جداً ملغبطة ومع الجهات المعناية بالموضوع ده لأنه كان لينا مستحقات كبيرة جداً وما بنحصلش عليها والله طبعاً طبعاً في النهاية حصلتوا عليها؟ بص يعني قبل ما امشي لكان لسه طبعاً لأنه كانت أرقام كبيرة جداً ما كانتش بتحصل بصلت كام؟ لا أرقام كبيرة يعني بصلت كام؟ مش عايز تقول أرقام؟ لأنني مش فاكر فمش عايز أفتي بصراحة علشان بساقي كانت ملايين يعني رينج يعني كانت ملايين والله يا عمير مش فاكر بالظبط بس كانت أرقام أرقام كبيرة وبصراحة كانت الفكرة أنه طيب الفلوس اللي بتدخل دي أحنا حتى لما كان بيبقى عندنا أنت عارف أفريقيا دايماً بيدي لك كان فيه شركة هي طبعاً بتاخد الحقوق كلها بتاعة بطولة أفريقيا لكن المطشات التمهيدية كان بيبقى أنت كنادي تقدر تساوها فكنا بنعمل زي مناصة أو حاجة زي كده وبترسل على شركة دي الحاجة الوحيدة اللي احنا كنا بنقدر في النادي الأهلي بنعمل مناصة للمطشين دول وبنقدر نبيعهم بشكل بشكل عادي بناء على المزايدة اللي بتطرح طبقاً لكراسة الشروط بتعتمد من الجهة الإدارية وبتبطي تطرح لكن الأمور التانية كلها الخاصة بالمباراة الدوري كان فيه حاجات كتيرة جداً جدلية ما كناش بنحصل عليها ودي طبعاً كانت لأن نخلي بالك أنت البرودكاستنج رايتس أو حقوق الباف التلفزيوني دي من أكبر العوائد اللي بتدخل الفلوس دخل الفلوس لأني زادت في إنجلترا في أسبانيا في فرنسا يعني ده جانب ما تقدرش تخفاله طبعاً علماً بأنه أنت فيه جانب تاني أنت مش موجود عندك تقريباً اللي هو التيكتينج سواء بقى سيزن تيكتز أو الماتشاط العادية اللي بتخش بها مش موجود بزروف مختلفة بزروف مختلفة وطبعاً بنعذر الأمور دي طبعاً لأن كل بلد زي ما بقولك هي هي كل بلد تختلف عن التانية بس طبعاً ابتدت تبقى فيها تيسيرات شوية حالياً عندنا في مصر نأمل أن هي طبعاً تزيد بشكل كويس بس أنت بتتكلم على اقتصاديات كورة دلوقتي أرقام لعيبة وعندك حاجات كتير أرقام كلها بتتزايد وبتبقى سقف سقف بتاعها إلى مالة نهاية وإنت اقتصادياتك عشان تقدر تصرف على اللعبة بتاعتك تقريباً ما بتخدش الحقك أنا بتكلم عن تجربة عن نادي الأهلي بزرطة لأن نادي الأهلي إنت لو الأمور ماشية بشكل طبيعي وقدرت أن أنت تاخد حقوقك بشكل عادي لا يبقى فيه دخل أعتقد كويس لأن كمان خلي بقى لك ودي كنا حاجة بتدينها في النادي الأهلي وأفتكر أن هي دلوقتي ماشية برضو بشكل كويس إنت اسمك كمان يا زي أنديت أوروبا بيع نفسه لا تقدر تسوق نفسك داخل القرى داخل الدور العربية تقدر تسوق نفسك باسم جبير وكان فيه جهات بتطلبك طبعا أنت مش لوكال براند النادي الأهلي ده مش لوكال براند أنت كونتيننتل براند أو ريجنل براند تقدر تبيع اسمك في أفريقيا بشكل كويس تقدر تبيع نفسك إقليميا في الشرق الأوسط بشكل كويس في الخليج بشكل كويس تدين أكاديميات هناك طبعا الناس اللي جات كملت بعدين عملت فيها شغل كويس جدا وأفتكر أن هي ماشية برضو بشكل جيد دلوقتي فأنا بقولك الأمور التسوقية لو إحنا التفتنا إليها بشكل جيد وابتدت تدور من خلال الأندية من خلال الإدارات محترفة لا هتضر عوائد وعوائد كبيرة جدا تقدر تصرف على الاقتصاديات والأرقام اللي أنت بتشوفها بتاعت اللعيبة اللي بقيت دلوقتي وأعتقد ده هيساعد أي نادي جماهيري أنه هو يقدر يكون عنده موارد كافية لأنه يصرف على نفسه نادي جماهيرية الزمالك متضرر شوي الزمالك برضو ما فيش موارد بالشكل الكاف اللي تقدر تساعده الزمالك بمر بأزمة مالية كبيرة عندك الاتحاد سكندري الإسماعيلي المصري يعني أعتقد أندي جماهيرية زي دي دوس الأندية اللي هي تابعة لمحافظات دي موجودة الموديل ده موجود في أوروبا موجود في الدوريات الكبيرة كلها بس أنت ما بتلاقيش يعني السابورت اللي بياخدوه غير السابورت اللي يعني أنت هنا مثلا عندك في مصر مع احترامنا ممكن تكون تجربة هي فريدة من نوعها بس أنا ما شفتهاش في حتة تانية الأندية الشركات اللي هي بتنافس معنا في الدوري مش موجودة في حتة تانية؟ لا طبعا ما فيش شركة مثلا بتاعت أدوية ولا شركة مثلا بتاعت بيترول ولا فيه ما فيش كم طبعا ما فيش الكلام ده طبعا وما فيش أصلا في أي حتة في حالك أنت عارف أقولك حاجة يعني مش عايزين نخش في سياسة في شكل لا سياسة سياسة من ناحية تيدي يعني أنت ما ينفعش ده فيفا ويز يعني ما ينفعش جهتين تابعين لنفس الهيئة أو نفس المؤسسة يكونوا بيمثلوا بيمثلوا في الدوري الممتاز أو بيمثلوا في أي مسابقة انت هنا عندك الموضوع في في حاجات كتيرة جدا جدا لعلما بأن انت خلي بالك الأندية الشركات دي لو راحت للأندية الجمهرية سدقني هتكسب جدا استفادتها أكبر صح انت هتستفيد بالقطاع الشعبي والكيان الشعبي الكبير اللي ورا النادي ليه الشركات الكبيرة في السعودية مثلا بيعملوا كده بالزبط وتقدر تضر دخل عليك كبير جدا طبعا وتسوق للبراند بتاعك سواء انت كنت شركة بقى ايا كانت شركة ايه لو تبنيت أحد الأندية الجمهرية بقى عندك زي ما انت كنت بتقول اسماعيلي مصري اتحاد المصري كل الأندية دي أحد الأندية اللي بتلعب في الدوري الممتاز الوقتي وهي شركة كبيرة لو تبنت مثلا نادي الأولمبي أو نادي الاتحاد أو حاجة زي كده وعملوا دمج مع بعض مش دمج بقى هي المين سبونسر فتستفيد بقطاع الجماهيري الكبير اللي ورا النادي ده وده هيدرر لها دخل أحسن يعني دي حاجات مش عارف ليه ما الناس ما تفكرش فيها وبتفكر فيها ومش عايزة تفكر فيها ما تسوق لشركتك ما حدش قالك لأ سواء لشركتك وعمل عقد بشروطك لأن انت الجهة الجانب الأقل اللي معاك الفلوس فتقدر تفرض شروطك بالبلدي على النادي وحط الشروط اللي انت عايزها واستفيد بشكل كويس بس في نفس الوقت ما تموتش الأندية لأن النادي ده ليه ظهير جماهيري خلي بالك يا أمير الأجيال دي بتموت وبيطلع أجيال تانية الأندية دي هتندفر جماهيريا هتموت وفيه أندية عريقة الأندية مش تبقى موجودة فيه أندية بتادت ما تبقاش موجودة خلاص أصلا يعني النادي الأولمبي ده فاكر ده كان ليه ده كان بقى دوري ممتاز وكان ليه سوالات وده عندك الأولمبي وعندك منصورة ومينيا فيه أسماء كتير جدا يعني تعرف فكرة فكرة هي موجودة 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 أحيانا بس فكرة أن الرجل الأعمال اللي بيصرف على النادي دي وبيصرف منجيبه بس ده حاجة مش موجودة يعني في أوروبا بتتعمل بس يبقى انفاسمنت